ان هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء وهو يوم النفخ في الصور الذي تنتهي بعده الحياة في الأرض والسماء أهوال القيامة بعد اليوم الذي تظهر فيه أغرب العلامات حيث طلعت الشمس من مغربها وخرجت الدابة من الأرض وظهر الدخان وبعد هذا اليوم الذي تظهر فيه هذه العلامات يتغير مجرى الكون وتغلق باب التوبة ويبقى شرار الخل وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة النفخة الأولى نفخة الصعق والمو بعدما جمعت نار عدن آخر العلامات الكبرى الناس في أرض المحشر أذن الرب عز وجل بنافخ الصور أن ينفخ النفخة الأولى نفخة الصعق والمو ويوم ينفخ في الصور فتفزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وبسماع هذه النفخة يموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أن يقيا وتأتي هذه الصيحة على حين غفلة من الناس وانشغال بالدنيا وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلاله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وقد أوكل الله عز وجل أمر النفخ في الصور لإسرافيل عليه السلام وهو من الملائكة الأضام ومنذ أن أوكل بذلك وهو متهيء للنفخ فيه وكلما اقترب الزمان ازداد تهيئه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله قبلنا رواح التلميذي هو حسن أخيرا أتى أمر الله أمر إسرافيل بالنفخ في السير وإذا بصوت قوي شديد يدوي في كل مكان وإذا بالفزع يسود الوجود حانت اللحظة الأخيرة لحظة الاحتضار ها هي ذي الدنيا بأسرها تختبر فالأرض تزلزل وتذكر والجبال تسير وتنسف والبحار تفجر وتسجر والسماء تتشقق وتمور والشمس تكور وتذهب والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب ضرها وينفرد عقدها ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب الدنيا ظلام في ظلام فزع الجن إلى الإنس رباه ما هذا؟ يا لهول انتقامك سبحانك يا الله يا قادر يا جبار السماء أيضا تحتضر تتشقق تتكور منها الشمس وتظل تهوي تهوي عبر بعد سحيط ويقع القمر وسائر الكواكب والنجوم تشتعل النيران وينتشر الدخان وعلى ضوء النيران تشهد المخلوقات كل الأهوال النفخة الثانية نفخة البعث والفزع ثم يأمر الله تعالى بالنفخة الثانية وهي نفخة البعث فإذا شاء الحق تبارك وتعالى يعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم حيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون فأكون أنا أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من سعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله رواه البخاري ومسلم إننا أمام حدث من أحداث يوم القيامة وهول من أهوالها تفزع منه القلوب وتوجل منه النفوس إنه حدث يقرع أسماع أصحاب القبور فينطفضون من قبورهم مبهوتين شعث الرؤوس غبر الأبدان قد أفزعتهم الصيحة وأزعجتهم النفخة وقد وصف المولى جل وتعالى مشهد البعث وتعجب الموتى من ذلك فقال سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنه حدث عظيم وأمر جليل إنه يوم الرعب والفزع كيف لا وهو مقدمة وبداية ليوم القيامة الذي تشيب فيه الولدان يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَتَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَحْمَلُ كُلُّ مُرْطِعَةٍ عَمْمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ فِي سُكَارًا وَلَكِنَّ أَعْذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ عَظِيمٌ أَمْرُهُ شَدِيدٌ وَهَوْلُهُ جَسِيمٌ فَالْمُرْضِعَةُ تَفْتِي وَلِيدَهَا بِنَفْسِهَا وَالْحَامِلُ تُسْقِطُ حَمْلَهَا مِنَ الرُّعْبُ وَالْنَّاسُ كَحَالِ السُكَارَ الَّذِينَ فَقَدُوا عُقُولَهُ عندها لا يعرف أحد إلا نفسه ولا يلتفه إلى غيره بل يفر من أحد الناس إليه فإذا جاءت الصلاة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه ويكون الإنسان على استعدادٍ كامل لبدل كل شيء في سبيل القلاص من العذاب حتى لو كان يملك كل ما في هذه الأرض ولو أن اليدين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون